وأضيف أن في تاريخ الكتاب المقدس أولاد الله أو الأنبياء الذين تهوانوا بقداسة الله أدبوا تأديبا شديدا فمثلا شمشون النذير تهون بانتظاره للرب تهون بالقداسة كانت النتيجة أنه قلعت عيناي وصار يطحن كثور في السجن ليه؟ لأن الله قال له أنت بتاعي هتعمل كده أنا قدوس ثم داوت اللي هو من أعز الناس لقلب الله في غفلة وعدم انتباه اشتهى امرأة رجل آخر أتى بها ارتكب محزنة ثم قتل هذا الزوج عدت كده لأنه لأنه الله بيحبه دا أدبه تأديبه قال له السيف لا يفارق بيتك يا داود وده اللي حصل أولاده أتلوا بعضه وحدثت أشياء رائبة دا يورينا أن الله قدوس يبتدي بأولاده الوقت لابتداء القضاء من بيت الله والهاء برضو بالمناسبة دي أوجه كلمة تحذير لنا كمسيحيين وعندنا استنارة في الكتاب وأقول لننتبه لأنه نحن نقدم صورة عن المسيح للعالم حولنا فلننتبه حتى لا نعثر الآخرين بالمظهر في الأفراح وفي المناسبات المسيحيون المؤمنون منهم مقدسون لرب وأرجع وأقول المقدس يعني مخصص لله كيف أتصرف كشخص مخصص لله وعدة مرات في الرسائل منشوف صلاة بولس الرسول أن يقدسكم أو أن تقدس يعني نشوف أن هاي مطلب ورغبة الله لكل واحد مننا